زي ما قلت بقول لكم يمكن تصبغات الجلد يمكن هي واحدة من اكتر المشاكل اللي بيعاني منها الشباب والبنات وعادة بتبدأ من مرحلة المراهقة او من فترة قوائل العشرينات وبتكون على شكل بقع بنية كده فتحة او دكنة على حسب يعني تغيرات اللون وبتنتشر في منطقة الرقبة الكتفين او يمكن كمان الوش خليل هيد البقع الى مثببات كتير ومنها ما يطلق عليه النمش او الكلف وهو نتيجة لاشعة الشبس ومع انه النمش كان الترند على التك توك مؤخرا وكل الصبايا بزرع تجربوا يعملوا وما زالوا عم تجربوا يعملوا سواء بالحنة او مثلا بالبروكلي الا انه مشكلة تصبغات الوج هي من اكتر المشاكل اللي بيسعب الشباب والصبايا للتخلص منها يعني نحنا هنعرف اسباب اكتر عن تصبغات البشرة وكيف نعالجها مع الدكتورة ميادة السواح اتشارية الامراض الجلدية ايه معنا بالستوديو اهلا وسهلا فيك دكتورة اهلا يا دكتور ازاي احنا الصيف وكله عاد ايه تصبغات عادة تزيد عادة ما شاء الله بس احنا محتاجين نعرف اهلا بحضرك الاول الكروسان طيب اهلا ميكو يعني محتاجين نعرف السبب الرئيسي لتصبغات الجلد في البداية انت اول حاجة قلتها ايه احنا في الصيف تمام فاكتر حاجة احنا منتعرض لها لصيف درجة الحرارة العالية وبالذات ان احنا عايشين هنا في الامراض يعني درجة الحرارة عالية جدا هي بايت عالية في كل حتة حطة في مصر بايت بس طبعا هو اكتر سبب لظهور التصبغات بكثرة هو تعرض المستمر والشديد لأشعة الشمس بدون استخدام واقع الشمس فطبعا ده اول الاسباب واهمها غير كده طبعا انه هو سعداد وراتي طبعا وجيني غير كده في اسباب كتير جدا للتصبغات بس ده اهم اسباب اوكي طيب شو هي العوارد يلي احنا لازم ننتبه لها يعني مش ضروري يكون في مثلا بقعة كتير كبيرة على جسمنا مثلا هل في مثلا ده لئة الصغيرة انه في شي غلط عم بيسير ببشتنا لا هو اول حاجة احنا كلنا طبعا لازم بنشوف الفرق في البشرة كانت ازاي وبقت ازاي تصبغات دي حاجة كتير بينة وواضحة احنا مش بنكلم دلوقتي على حاجة مرادية احنا بنكلم على لون جلد لون جلد تغير يعني بقى لون اغمى من اللون التوني الطبيعي اللي انت متعودة عليه او تاني حاجة بقى ظهور يعني تصبغات قوية في اماكن معينة بتقولي لا انا ممكن اروح لدكتور الجلدية اقولي انا عندي ايه فده بتبقى مشكلة طبية لازم تتشخص عن الدكتور جلد لكن انت نفسك ممكن تلاحظي لا انا حسن فيه تصبغات في الجلد بدأ فيه لون مختلف بدأ ببقى فيه نمش كتير زيادة مكنش متعودة عليه هي دي الحاجات اللي بتخليكي تروحي تقولي لا لازم اشوف طب هو ده بيحصل النمش او التصبغات بتحصل ايه اللي بيحصل في الجلد يعني احكي لنا كده على الكواليس اللي بتحصل عشان خاطر ده يظهر اصلا يعني هو فعلا فيه هرمون الميلانين تقريبا هو اللي بيفرز صبغة الجلد هو خلايا صبغية موجودة اسمها ميلانوسايتس اللي هي الخلايا الصبغية هي دي المسؤولة عن افراز صبغة الميلانين صبغة الميلانين طبعا مفيدة ليه لانها بتحمي البشرة من اشعة الشمس بس هي بيزيد افرازها مع اسباب كتير منها قطرة التعرض للشمس بيزيد افراز الصبغة فبتترجم بظهور البقع والتصبغات اللي موجودة في البشرة انا بتجي حماية اصلا هي طبعا حماية دي وظيفتها الاساسية بس هي اساسا بتزيد ليه بتزيد لان احنا بنتعرض لاسباب بتزودها او بناخد ادوية تزودها او بنتعرض للشمس تزودها او عندي استعداد جيني فبيزهر التصبغات دي طب نحن كيف نحمي حالة من هذه التصبغات غير واق الشمس غير واق الشمس طبعا هو اهم حاجة زي ما انا قلت ان هو استخدام واق الشمس بمعامل حماية خمسين ويستخدامه كل ساعتين لو احنا عادين على بيتش وفي فاطل الصيف وكل شوية راحين البيتش دي اول حاجة الحاجات التانية استخدام ادوية مضادات الاكسادة ليه؟ لان احنا بنتعرض لكتير جدا من البليوشن او التلوث الخارجي اللي بيعمل حاجة اسمها افراز مواد اسمها ريكاتف اوكسيجن سبيشيز يعني واتفر هي معامل اكسادة حاجات مكالكاها ايوان مواد مؤكسدة بتخلي الخلايا دي بتدي لها محافز تقولها فريزي 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 ملاني فتظهر التصبغات يبقى مهمة قوي تاخدي مضادات الاكساد فيتامين سي فيتامين اي اوميجا الحاجات دي جدا مهمة في فصل الصيف ايه كمان ممكن استخدمه طبعا لبس الحاجات الفتحة استخدام اللي هي السانجلاسز الهات دي وقاية زيادة شرب المياه كتير يعني دي حاجات كتير ممكن اعملها انا بدون اي استشارة طبية بس طبعا الاستشارة الطبية بتبقى على ايه؟ ان انا باخد ميديكال تريتمنت علاجات موضعية ادوية ممكن اخدها عشان تقلل نسبة التصبغات بس في الاول وفي الاخر لازم اعرف التصبغات دي هي مجرد تصبغات ولا مرض جلدي اساسا محتاج علاج دليل اشياء اكبر اكزاكلي انا اعمل ايه؟ يعني انا لازم اول ما تظهر عندي تصبغات ولو بسيطة على طول اروح للدكتور ولا اسمع من الناس لان احنا تعرف ان احنا بنسمع قوي للمجربين كتير فبنسمع منهم يعني ده ممكن يكون فعلا هي بداية ظهور مرض جلدي ممكن يبقى عندي؟ اه مش هي مش في التصبغات مش حاجة تجمالية بس طبعا هي حاجة تجمالية عشان نون البشر غماء بس هي ممكن تكون دليل ان في مرض جلدي داخلي يعني مثلا الناس اللي عندها اكزيمة وتعالجوا من اكزيمة سابتلهم تصبغات تيب انا ممكن اعالج المرض اللي هي المشكلة الجلدية الاول لسببة التصبغات ممكن هي مش تصبغ هي حاجة اسمها شواك اسود يعني ايش واك اسود مجرد يعني زي ناس اللي بتيجي بتشتكي من حاجات في رقبتها لون غامق فمش عارف اللون غامق ده تصبغ ولا مرض جلدي فتلاقي موجود في الرقبة موجود في اماكن هنا في الوجه ممكن في عقل الاصابع لون غامق فلا ده معناه ان في مشكلة هرمونية لازم اروح استشير طبيب لانه ممكن يكون حاجة اسمها مقاومة انسورين عالية فلون الغامق مش مجرد تصبغ في الجلد ممكن يكون مرض جلدي معناه ان في حاجة عندي هرمونية لازم اعمل فحوصات طبية ففي الاول في الاخر هي لازم نستشارة طبية ما ينفعش الحاجات المتجربة اللي هي زي ما احنا دايما بنعتمد عليها كتير الدكتورة كتير منشوف مثلا او احنا بنعرف انه كمان انه اذا فجأة طلاتنا مثلا شمية او شي ممكن تكون دليل على انه شي سرطاني طبعا سمح الله نحن كيف نعرف نفرق بين انه اه هاي بس انه نتيجة تعرض للشمس او هاي دلالة لشي خطير طيب هقولك الشمية تقول عليها واحنا بنقول عليها حسنات او بيقولوا هنا عليها حبة الخال دي وحماية طبيعية موجودة ممكن تكون موجودة عندنا من الولاية لحد سنة اللي 40 سنة ممكن تظهر يعني ممكن تكونش موجودة فجأة عند 20 سنة 30 سنة ظهر دي سبعش عامة تمام احنا بنعمل ايه كدكتور بنفحصها بحاجة اسمها هذا الموسكو بالجلد فبنشوف الخلايا اللي فيها خلايا عادية او فيها تغيرات فيه عواما بتقول لي ان فيها تغيرات حجمها كبر اللون بتاعها اختلف بقت بتحك بقت بتنزف معنا كده ان دي يعني حاجة تقول لي لا لازم اروح اكشف عليها دي ممكن تكون سرطان جلد فبالتاني لازم في الغالب لازم استشارة طبية طبعا عشان نعرف هي حاجة طبيعية ولا سكين كانسر يعني احنا بنكلم ان ايه تصبغات تظهر على الجسم وتقعد فترة طويلة او تكتر لازم اروح لدكتور عشان لقدر الله ما تكونش امرجل داية او توصل لسرطان طيب انا عندي خلينا نتكلم فيه التصبغات فقط لغير دلوقتي وهي انها ظهرت هل ممكن تختفي تماما هي حسب نوع التصبغات لو قلنا مثلا من الشمس مثلا لو مجرد تصبغات خفيفة من الشمس وسطحية نستخدم كريمات طبية زي كريمات مفتحة استخدام واقع الشمس وكريمات تفتيح وكتير بتتحسن ايه كمان ممكن نعمله في العيادة بتختفي لو هو تصبغ عادي نتج عن التعارض الزيادة للشمس او كان حرق شمس مثلا او باستخدام معامل كيميكال بيلنج او تقشير كميائي في العيادة استخدام نزارات معينة ابر نظارة فيها مواد للتفتيح استخدام مواد تفتيح حتى انتي اكسيدنت بالفم فالعلاجات الطبية سهلة لكن لو قلنا ان هو كلف عميق موجود بقاله فترة طويلة ظهر في الحمل ومكمل معايا لا لا هو محتاج عليك طبي مستمر كريمات اجراءات في العيادة ممكن نعمل مثلا بيلنج في العيادة او تقشير كميائي واستخدام وصفات مثلا حتى بنضطر ان احنا نستخدم علاجات في الفم علشان تشيل التصبغات هو حسب نوع التصبغات لو خفيفة وسهلة ممكن تتعالج بكريمات عادية موضعية واجراءات لو حاجات نتجة عن حاجة مرضية نازم نتيجة الاجزيمة او بعد حب شباب تصبغات سهل ان انا عمل تقشير كميائي واستخدم كريمات تفتيح وتروح لو حاجات بقى من اللي هي بتدل على مرض داخلي يبقى لازم عليك طبي فهي في الاول في الاخر لازم نعرف نوع التصبغات نشخصها كويس اه 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 انا ما تكسلش على مشهور الدولة يعني لازم تيجي خيب دكتوري انت ذكرت نقطة كتير مهمة اللي هي انه في كريمات للتفتيح ما نشوف بالصيدليات كريمات اشكال وانواع وفي منا فيها الكميكلس مضرة في منا الى عم تعمل هيك ردة فعل عكسية بصير في مبرقع ابيض شو هي الكميكل او المادي اللي احنا لازم نمتبهها او نتأكد انه مش موجود بالكريم ما نصدق كل شي ما نشوفه بصيدية نقطة مهمة جدا جدا احنا في عصر السوشيال ميديا تيكتوك وكل سوشيال ميديا والكريمات الانفلونسر يعني ما شاء الله يعني كثير بيعملوا بوشينج بعض الكريمات باو ده كاف اكيد اكيد فأنا بصراحة من الكريمات العادية اللي احنا بنستخدمها هي الكريمات المفتحة اللي فيها احمد فواكه اللي فيها ريتينول اللي فيها جلايكولك اسد اللي فيها فيتامين سي نايسي نمايت كل المواد دي عادية ممكن أخذها في مواد اللازم تستخدم تحت إشراف طبي هي مادة الهايدروكينون الهايدروكينون من أقوى مواد التفتيح اللي احنا كده كترة بنكتبها بس لازم تكون تحت إشراف طبي ليه لأن أنا ممكن أستخدمها بطريقة خطأة بتعمل رابطة فعلة عكسية يعني ممكن تعمل تصبغات في الجلد عكسية وتصبغات بيضة وبقع بيضة وتبقى حاجة فبالتالي المادة دي مقدرش أستهون بيها مقدرش أخذها واشتريع فمواد الكورتيزون كتير قوي من الناس بتجيلي بواخدها كريمات من وصفات من تاجرات على السوشيال ميديا من موجودة فيها كورتيزون مادة الكورتيزون من المواد العلاجية اللي احنا بنتستخدمها في حاجات كتير بيجوا بقى بحب شباب مالي الوجب منين حب شباب؟ ونتيجة كمريم التفتيح اللي كانت بتستخدمه مجرد على وصفات من السوشيال ميديا فطبعا المهمة قوي يكون الاستخدام الكريم التفتيح تحت إشراف طبي معروف المقونات بتاعته معروف ازاي يستخدمه وإيه بتاعته وإيه الانستركشن اللي الدكتور هيدهلي عشان يستخدمه طبعا هو في فئة معينة أو جنس يعني راجل أو ستة أو كلام ده كله ممكن يكونوا هم معرضين الفئة دي معرضة للتصبغات أكتر من التانية؟ اه طبعا هي 125 جين مسؤول عن ظهور التصبغات أو الظهور وتحفيز صبغة الملانين يعني معنى كده أن أنا مثلا لو السكنطاب بتاعي لو لوني غامق شوية عندي ملانين أو بيحميني بس نسبة التصبغات عندي بتكون أقل البشرات الفتحة اللي هي البشرات زي البشرات الأوروبية والبشرات الفتحة لسكنطاب واحد واثنين دولت أكتر ناس معرضين لحروق الشمس والتصبغات الجلدية طبعا معنى كده أن الجينات مهمة قوية يعني ممكن إحنا الاتنين نتعرض للشمس أنا يجلي تصبغات وإنت ما يجلبش تصبغات فالجينات مهمة في ظهور التصبغات عشان كده إحنا بنقول آه هو كلنا بنتعرض للشمس ممكن ما حصلناش تصبغات بس في ناس عرضة بشرات الفتحة دايماً بيجلبش تصبغات كتير بنخبيها بقى بواقشة المهم نعمل روتينية لهيدا الموضوع يعني وقديش مفيد الفيشلز لهيدا الموضوع أنا دايماً بقول الفيشل ده إجراء روتيني لازم نعمله مرة في الشهر يعني الفيشل هو عبارة عن تنظيف للبشرة ليه أنا باستخدم روتين مثلاً مش بيومتص كامل ليه لأن كتير يعني مثلاً عندي شوية خلايا ميتة موجودة الفيشل كتير بيتجدد البشرة ده إجراء سهل جداً إحنا نعمله في أي أيدات تجميلة بسيط 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 الحاجات اللي هي سكين كيروت ثلاث حاجات مهمين أوي كسكين كيروتين لأي حد لازم يستخدمهم أول حاجة واقع الشمس كريم مرتب للبشرة وغسول مناسب حسب نوع البشرة ثلاثة دولة من غير أي استشارة طبية لازم يكونوا موجودين في الروتين بتاعنا في الصيف بس بنزود عليهم نواة لازم كريم في مادة تفتيح عشان نقلل نسبة التصبغات اللي احنا بنتعرض لها بس من الشمس الزياد طبعاً نسمع الكلامة جمعاً احنا وإنتم نسمع الكلامة نسمع البرونزة شكراً جداً دكتور مياداً ورتينا شكراً لك